حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من مخاطر على الاقتصاد العالمي قراء التنافس بين الصين والولايات المتحدة ووصفت جورجيفا الرسومة الجمرقية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية بأنها تأتي بنتائج عكسية قال وزير المالية البريطاني جارمي هانت قال أنه سيطر لرفع الضرائب في خطة الميزانية خلال الأسبوع من أجل إصلاح المالية العامة وتخفيف ركود طويل محتمل وأكد أن الركود في سوق السندات أدى إلى ارتفاع تكليف الاقتراض مشيرا إلا أن هذه اللحظة تأختيار كبير للبلاد وسنضع المواطنين في مقدمة الأولويات